بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو درسنا الثالث من مادة المدخل إلى دراسة المذهب الشافعي ووصلنا للكلام على فقهاء الصحابة رضي الله عنه يقول الإمام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي اعلم أن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه ولازموه كانوا فقهاء غير أن الذي اشتهر منهم بالفتوى والأحكام وتكلم في الحلال والحرام جماعة مخصوصة فالذين اشتهر منهم بالفتوى من هؤلاء الصحابة والكلام في الحلال والحرام هم جماعة مخصوصة وعدد منهم نحو خمسة وستين صحابياً وثمانية صحابيات ثم جاء الحافظ ابن حزم الظاهر فقال لقد تقصين من روي عنه فتيا في مسألة واحدة فأكثر فلم نجدهم إلا مئة وثلاثة وخمسين بين رجل وامرأة فقط وقال العلامة بن القيم الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ونيف وثلاثون نفساً ما بين رجل وامرأة وقال الإمام المحقق الكمال بن الهمام الحنفي والماءة الألف الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هغيرة رضي الله عنه وقليل والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم نلحظ أن الاجتهاد والتقليد كان ظاهراً في عصر الصحابة رضي الله عنهم هناك مشتهد وهناك مقلد المجتهد يستنبط الأحكام من أللتها وهذا المقلد يرجع في فتياه إلى ذلك المجتهد في موضوع الاجتهاد والتقليد كان يعني ظاهراً في عصر الصحابة رضي الله عنهم وقد عقد الزركشي فصلاً سماه فصل في المجتهد من القدماء ومن الذي حاز الرتبة منهم فصل في المجتهد من القدماء ومن الذي حاز الرتبة منهم قال ذكره إلكيا وهو فصل عظيم نفعي فإن مذاهبهم نقلت إلينا ولابد من معرفة المجتهد منهم لماذا؟ قال ليعلم من الذي تعتبر فتواه ومن يقدح الإجماع مخالفته ومن لا يقدح انتهى كلامه رحمه الله ونقل كلام ابن حزم في عدد مجتهدي الصحابة واستقل العدد فقال وهذا حيف هذا حيف واعترضه بكلام الشيخ أبي إسحاق الشرز ولو صرحنا النظر في رسالة الإمام الحافظ النسائي الموسوبة بتسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نجد أنه لم يجاوز فيهم عشرة أنفس من الصحابة رضي الله عنهم ثم إن الصحابة المذكورين في عداد المجتهدين تفاوتا تأثيرهم في التابعين من جهة تكوين مدرسة فقهية في من بعدهم فروا الحافظ بن عساكر عن مسغوق قال كان القضاء وفي رواية الفتية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستة عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري فكان نصفهم لأهل الكوفة علي وابن مسعود وأبو موسى وروا أيضا عن عامر الشعبي قال كان الفقهاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ستة عمر وعلي وعبد الله وزيد وأبو موسى وأبي بن كعب وروا عنه كذلك خذ العلم عن ستة عمر وعبد الله وزيد بن ثابت فكان هؤلاء يستفتي بعضهم من بعض وعلي وأبي وأبو موسى فكان هؤلاء يستفتي بعضهم من بعض قال قلت كل ذلك عند أبي موسى قال كان عالما قلت فأين معاذ قال مات قبل ذلك انتهى كلامه رحمه الله وسيدنا معاذ كان قد منت في السنة السابعة أو الثاملة عشرة من الهجرة وهو ابن أربع وثلاثين سنة وروا عن صفان بن سليم قال لم يكن يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء القوم عمر وعلي ومعاذ وأبو موسى يقول الشيخ أبو إسحاق الشرازي قال مسروق انتهى العلم إلى ثلاثة عالم بالمدينة وعالم بالشام وعالم بالعراق فعالم المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعالم العراق عبد الله بن مسعود وعالم الشام أبو الدرداء فإذا التقوا سأل عالم الشام وعالم العراق عالم المدينة ولم يسألهما وقال أيضا قال مسروق كان العلم في ستة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفهم أهل الكوفة عمر وعلي وعبد الله وأبو موسى وأبي وزيد بن ثابت انتهى كلامه رحمه الله وأهل الكوفة من هؤلاء هم علي وعبد الله وأبو موسى وروا ابن عساكر عن علي بن عبد الله المديني يقول لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحام حفظوا عنه وقاموا بقوله في الفقه إلا ثلاثة زيد وهو ابن ثابت وعبد الله وهو ابن مسعود وابن عباس ثم عدد أعلم الناس بزيد وفي رواية أخرى عدد أعلم الناس بابن مسعود فكان عدم عناية الناس بجمع آراء العالم وإشاعتها والفتوى بها وبيان مخرجها من الأدلة والأصول سببا في انقطاع سلسلة كثير من الأئمة الفقهاء وخفاء آرائهم وتفاصيلها ويصف لنا طرفا من هذا الحال إمامنا الشافعي إذ يقول الليث أي الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به فالعالم عندما يهيئ الله عز وجل له طلبة يحفظون علمه وينشرونه بالآفاق يشتهر علم هذا العالم ويشتهر يعني مذهبه لكن غالب المذاهب التي ذهبت ولم يبقى لها أثر سبب ذلك هو أن أصحاب هذه المذاهب لم يقوموا بها لذلك الإمام الشافي يقول الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به أما بالنسبة لفقهاء المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله عنهم أولا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وكان مرجعا للإمام النحرير بن مسعود قال الإمام أبو جعفر بن محمد بن جرير الطبر لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير بن مسعود وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر يعني إبن مسعود كان يترك مذهبه ويترك قوله لقول عمر وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه ويرجع من قوله إلى قوله أما الثاني زيد بن ثابت وهو أعلم الأمة بالفرائض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه فقهاء المدينة السبعة الآت ذكرهم في التابعين إن شاء الله وكذلك أبي بن كعب وقيل أنه مات سنة 22 للهجرة وثمانين سنة قال مالك أقام ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستين سنة يفتي الناس في الموسم وكان من أئمة الدين وكذلك من فقهاء المدينة المنورة أبو سعيد الخدري قال الذهبي الإمام المجاهد مفتي المدينة وقال وكان أحد الفقهاء المجتهدي أما فقهاء مكة المكرمة شرفها الله فأولا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ابن مسعود لو أن ابن عباس أدرك أسنانا ما عسره منا رجل يقول الشيرزي كان أصحاب ابن عباس رضي الله عنه يقول إن ابن عباس أعلم من عمر وعلي وعبد الله فيعيب الناس عليهم فيقولون لا تعجلوا علينا إنه لم يكن أحد من هؤلاء إلا عنده من العلم ما ليس عند صاحبه وإن ابن عباس قد جمعه كله وكان عطاء إذا حدث عن ابن عباس قال حدثني البحر عطاء بن رباح يقول إذا حدث عن ابن عباس كان يقول حدثني البحر وهذا تشبيه يعني وبيان لغزارة علم ابن عباس رضي الله عنه وكان ميمون بن مهران إذا ذكر عنده عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس قال كان ابن عباس أفقهما وأخذ الفقه على ابن عباس جماعة منهم عطاء بن رباح وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو الشعثاء جابر بن زيد وكذلك ابن أبي مليكة وعكرمة وميمون بن مهران وعمر بن دينار من فقهاء مكة كذلك عبد الله بن الزبير أما فقهاء الكوفة علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد توفي عبد الله بن مسعود في سنة 32 للهجرة وهو ابن بضع وستين سنة قال الذهبي عن حارثة بن مضرب قال كتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة إنني قد بعثت إليكم عمارا أميرا وابن مسعود معلما ووزيرا وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فاسمعوا لهما واقتدوا بهما وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي نلتفت أيها الإخوة إلى أن عمر رضي الله عنه يرسل عبد الله بن مسعود مفتيا وفقيها ومجتهدا إلى أهل الكوفة ويأمرهم بعد ذلك باتباع عبد الله بن مسعود فهذا فيه بيان كذلك ويعني تنبيه على أن الاجتهاد والتقليد كان حاضرا في زمن الصحابة رضي الله عنهم هناك مجتهد وهناك مقلد يقلد هذا المجتهد وعن عامر الشعبي أن مهاجر عبد الله كان بحمص فأجلاه عمر إلى الكوفة وكتب إليهم إني والله الذي لا إله إلا هو آثرتكم به على نفسي فاخذوا منه وكذلك من فقهاء الكوفة أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري قال الذهبي الإمام الكبير الفقيه المقرئ وقال وهو معدود في من قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أهل البصرة وفقههم في الدين وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ومعالا على زبيد وعدن وولي إمرة الكوفة لعمر وإمرة البصرة أما بالنسبة لفقهاء الشام من الصحابة أبو الدرداء عويمر بن مالك توفي سنة 31 أو 32 بالشام وهو حكيم الأمة قاضي دمشق سيد القراء بها يقول الذهبي ولي القضاء بدمشق في دولة عثمان فهو أول من ذكر لنا من قضاتها ومات سيدنا في خلافة عثمان قبله بثلاث سنين أو تزيد وقد عده ابن حزم من المقلين في الفتوى ولعل ذلك والله أعلم لاشتغاله بالقضاء وإقراء القرآن رضي الله عنه أما معاذ بن جبل وهو كذلك من فقهاء الشام وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه مذكور في عداد المقلين من الفتوى من بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لما ذكرناه من تقدم وفاته فإنه مات رضي الله عنه سنة 17 أو 18 للهجرة عن 34 سنة تقريبا ومن فقهاء الشام من الصحابة رضي الله عنهم عبادة بن الصامت وقد كتب يزيد بن أبي سفيان إلى عمر بن الخطاب إن أهل الشام كثير وقد احتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم فأرسل إليهم عبادة واستقر بفلسطين ومات بالرملة وكان للصحابة رضي الله عنهم وجود في أمصار أخرى كمصر واليمن لكنني أكتفي الآن بما أشرت إليه من تلك الأمصار الأربعة التي كان لها التأثير البالغ في النهضة الفقهية المدرسية يلاحظ في النصوص المذكورة حول من كان له تأثير كبير في مسيرة الفقه زمن الصحابة أنه لم يذكر بينهم بعض أهم أكابل إروات السنة النبوية كأبي هليرة وأنس رضي الله عنهما وهذا الإمام الحافظ النساء صاحب السنن لم يسمهما في كتابه تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه لم يسمي جابرا ولا ابن عمر مثلا فما السر في ذلك؟ ما هو السر في ذلك؟ وما هي دلالة ذلك؟ الجواب أن هذا يعود إلى قضية منهجية قررها الأئمة في أصول الفقه ولها شواهد تاريخية كثيرة من كلام الأئمة المتقدمين سنأتي عليها إن شاء الله تعالى ألا وهي اجتماع العلوم المشترطة لبلوغ درجة الاجتهاد والقضية ليست مقصورة على حفظ السنة فإنه إن لم يضمه إلى حفظ السنة العلوم الأخرى المشترطة في المشتهدين فلا يمكن بحال أن يعدى الراوي المكثر مشتهدا أن يعدى الراوي المكثر مشتهدا ويعني لو كان عندي عالم يحفظ من السنان ويحفظ من الروايات ويحفظ من هذه الأمور الشيء الكثير هذا لا يؤهله بأن يكون من المشتهدين ومن هنا ذكرت لنا كتب أصول الفقه اختلافا في أبي هغيرة رضي الله عنه هل بلغ درجة الاجتهاد والفتية أم لا يقول الإمام بدر الدين الزركشي نقلا عن الإمام الإلكي الهراسي أما أبو هغيرة فقد مال الأكثرون إلى إخراجه عن أحزاب المشتهدين لأنه لم ينقل عنه التصدي للفتوى وإنما كان يتصدى للرواية وتوقف في ابن عمر رضي الله عنهما إذ لم ينقل عنه التصدي للفتوى ونقل الزركشي بعده عن ابن برهانة الإمام الأصول الشافعي أنه نقل عن الحنفية أنهم قالوا أبو هغيرة وابن عمر وأنس وجابر ليسوا فقهاء وإنما هم رواة حديث انتهى كلامه رحمه الله لكن الحق أن هؤلاء كانوا من الفقهاء المشتهدين لكنهم لم يتصدوا للفتوى تصدي ابن مسعود وابن عباس وزيد وأضرابهم وقد أبطل ابن برهانة ما نقله عن بعض الحنفية واستصوب ذلك الإبطال البدر الزركشي وقد عدهم ابن حزم في فقهاء الصحابة لكنهم من المتوسطين الذين قال فيهم يمكن أن يوجد في فتية كل واحد منهم جزء صغير وقد جمع الإمام شيخ الإسلام تقي الدين السبك جزءا في فتاوى أبي هغيرة وعلى كونهم مشتهدين تدل عبارة ابن القيم فقد قال وقد كان أبو هغيرة وعبد الله بن عمر أحفظ الصحابة للحديث وأكثرهم رواية له وكان الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت أفقه منهما بل عبد الله بن عباس أيضا أفقه منهما ومن عبد الله بن عمر انتهى كلامه رحمه الله لكن نلاحظ أن ابن القيم لم يعرهما عن وصف الفقه كما تفيده صيغة التفطيل وقد ذكر الزركشي نقلا عن الإلك الهراسي ضابطا لمن كانوا يعدونه من المجتهدين من الصحابة فقال والمعتبر تصديه لهذا المعنى من غير نكيد أو شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الثالث مراجعة الأولين له وبعد النزول عن هذه الطبقة العالية وقال حدة الإسلام الغزالي والضابط عندنا فيه أن كل من علمنا قطعا أنه تصدى للفتوى في أعصال الصحابة ولم يمنع عنه فهو من المجتهدين ومن لم يتصدى له قطعا فلا ومن ترددنا في ذلك فيه ترددنا في صفته وقد انقسمت الصحابة إلى متنسكين لا يعتنون بالعلم وإلى معتنين به واصحاب العمل منهم لم يكن لهم مرتبة الفتوى والذين علموا وأفتوا والذين علموا وأفتوا فهو المفتون ولا مطمع في عد أحدهم بعد ذكر الضابط وهو الضابط أيضا في التابعين انتهى كلامه رحمه الله ونقل هذا القول عن الغزالي الزركشي في البحر من الفوائد التي يحسن التنبيه عليها ما ذكره أبو إسحاق الشرازي قال إنقرض عصر الصحابة ما بين تسعين إلى مئة قال الواقدي آخر من مات من الصحابة بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى سنة ست وثمانين وآخر من مات بالمدينة من الصحابة سهل بن سعد الساعدي سنة إحدى وتسعين وهو ابن مئة سنة وآخر من مات من الصحابة بالبصرة أنس بن مالك سنة إحدى وتسعين وقيل ثلاث وتسعين وآخر من مات بالشام من الصحابة عبد الله بن بسر سنة ثمان وثمانين وكان أبو الطفيل عامر بن واثلة عامر بن واثلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخر من رآه موتى مات بعد سنة مئة بهذا ولله الحمد نكون قد انتهينا من الكلام على ثقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبينا أن الاجتهاد كان حاضرا عند بعض الصحابة رضي الله عنهم فهناك في عصر الصحابة مشتهد وهناك من بلغ هذه المرتبة الشريفة وهناك من لم يصل إلى هذه المرتبة الشريفة فكان يقلد من وصل إلى هذه المرتبة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة